بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر من وزارة العدل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والدقيقة الخامسة الأربعين من مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لسنة ألف واربعمائة واربعة واربعين من الهجرة الموافق الحادي والعشرين من مارس لسنة ألفين وثلاثة وعشرين التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبدالله الجابر خلف أرض المعارض والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته وبهذه المناسبة الكريمة ترفع وزارة العدل أصدق التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسمو للعهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان مباركة دعيتنا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز